السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة البيترية في العيادة البيترية نتناول أمراض الحيوانات بجميع فصائلها المختلفة الفصيلة الخيلية المقترات الأغنام الأسماك الدواجن في كل فصيلة من هذه الفصائل وفي كل مرض من هذه الأمراض نتناول مسببات هذا المرض طرق انتقاله الإنسان والحيوان الأعراب بتاعته طرق الوقاية وطرق العلاقة ودائما أبدا شعارنا في العيادة البيترية الوقاية خير من العلاقة مشاهدينا الأعزاء مشاهدي مصر الزراعي النهاردة هنستكمل مع بعض موضوع تغذية الإبل والأسماك الحلقة اللي قبل اللي فاتت اتكلمنا على تغذية الإبل النهاردة هنتكلم على تغذية الأسماك في أسس لتغذية الأسماك اللي هنسميها أساسيات الفيدنج بتاعت السمك عشان السمكة تنمو أو الأسماك تنمو لأفضل معدل نمو ممكن لها الأسماك دي أو السمكة دي بتحتاج لغذاء بأويها بيدعمها بيمدها بما تحتاجه للنمو يعني السمكة باختصار تحتاج الأسماك النامية إلى عليقة متكملة في القنوات المائية الخاصة بيها يعني من الحاجات المهمة جدا أن احنا نخلي بالنا منها أننا ما أجأ أغذي السمكة أو أغذي القبل عمتاً احنا بنعمل القاعدة الأساسية اللي احنا تكلمنا عليه اللي هو 2.5% من وزن الحيوان يعني لو حتى 100 جرام يبقى 2.5 جرام طيب بالنسبة للسمكة يجب أن يتوفر فيها العليقة المتكملة والعليقة دي هتعدد ما تكون فيها بالبروتين والطاقة والفيتامينات بتاعها وبالتالي فلازم العليقة دي بتبقى مرتفعة السمن وعشان كده عشان كده يا أخوانا دايماً بنعمل تكسيف للغذاء في نظم الاستزراع السمك البروتين نسبة 50% وأكثر من تغذية من إجمال التكاليف بالنسبة للسمك تغذية القصة دي بنحد من استخدام العلائق المتكملة للأسماك زي مثلاً أسماك السالمون وأسماك المياه الدافئة واللي هي غالباً بتكون أقل قيمة سعرية كمونتك على العموم على العموم بيكون المحصول السمكي اللي بيتم الحصول عليه من الغذاء الطبيعي ومعهوش أعلاف بيبقى منخفض طيب أحياناً ما بيكفيش كمان التكاليف بتاعته المحصول السمك اللي طلعنا من المزرعة السمكية ما بيعملش التكاليف السبتة المتعلقة بمساحة الحود والعمالة والحاجات دي عادةً بيتوقف الربح الناتج من طرق استزراع الأسماك على العلائق الأضافية اللي بتكون مركبتها أبسط وأقل في التكاليف زي ما حاشايفينها قدامنا كده عشان يكون استزراع الأسماك زو فايدة اقتصادية يجب أن تكون العلائق الأضافية أيضاً زاد كفاءة عالية بقدر الإمكان وده بتوقف الحد كبير على مستوى التغذية وعلى العليقة المتركبة في التغذية دي بنحدد مستوى التغذية ازاي؟ وبنحدد تركيب العلائق الأضافية دي ايه؟ بنحددها بناءً على الاحتياجات الغذائية للسمكة يعني على كل الأحوال أو على أقرب الأمثلة كميات وتركيب العلائق الأضافية بتتحدد بواسطة واحد السمكة الاحتياجات الكلية من الغذاء لعشرة الأسماك دي رقم اثنين كمية وتركيب الغذاء الطبيعي اللي من خلاله أن السمكة تحصل عليه من الحوض اللي هي بتاكل منه بيكون الغذاء المكمل في هذه الحالة هو ايه؟ الغذاء الطبيعي يبقى الغذاء الأساسي اللي هو الأعلاف اللي نحطها والغذاء المكمل اللي هو الطحالب والحاجات اللي ايه جوه طبيعي التقييم المباشر لمستويات الغذاء الطبيعي المتاح اللي هو الطحالب وخلافه عشان تعف تقيمها صح مستحيل ليه؟ لأن كل نوع من السمك له غذاء طبيعي خاص به نوع من السمك ده بيحب الطحلب ده نوع من السمك ده بيحب العلاء القضرة دي اللي هي المتواجدة بطبيعتها في الحوض أو متواجدة بطبيعتها في التغذية الطبعية بتاعها ربما يتغير ده من عمر السمكة لسمك يعني الحاجة الطبيعية الموجودة دي بتغير عمر السمك خاصة أثناء الوقت اللي بينظر فيه هاي الغذاء الأخضر ده أو الغذاء الطبيعي الموجود وعشان كده الهائمات العلقات المائية أو النباتية أو الحيوانية وحيوانات نباتات القاع والكتل الحيوية كلها بالحوض لازم ما حسبشي حساب التغذية بتاع الأسماء ما حسبش ما حسبهاش معاي الغذاء الطبيعي المتاح للسمك إنه هو يوضح الضرورة أنا بدي أدي طبيعي وأدي أدي إيه اللي هو المصنع كمان في إيه لو الغذاء المبيز للسمك كان الكتل الحيوية لمفردات الغذاء ده ما بتمثلش الغذاء كامل يعني ممكن يكون فيه حاجات كتير خضرة وفيه طحال وفيه حاجات كتير بس السمكة ما بتقبلش عليه أو ما بتاخدش جزء منه عشان كده تحديد معدلات الانتاج ما تقدرش تحددها على الغذاء الطبيعي بتحددها على الغذاء اللي أنا بضيفه للسمكة اللي هو يبقى فيه بروتين وبيقى فيه طاقة وبيقى فيه فتامينات وده اللي هنقوله مع بعض كده طيب لو إحنا زودنا كسافة السمك لكل واحد مساحة وزودنا وزن السمكة أو مع الوقت السمكة بدأت تزيد ووزنها بدأ يتغير الاحتياجات الغذائية بتاعته هتتغير احتياجات الغذاء القاطعة للسمك ده هيبدأ يزيد ويبدأ يتغير الزيادة دي عادة ما تتبحها زيادة في الغذاء الطبيعي يعني هي مع الزيادة في الغذاء اللي أنا بضيفه والغذاء الصناعي لازم يكون فيه الغذاء الطبيعي اللي موجود في الميا أو موجود في الحوض لازم يزيد مع زيادة كسافة بتاعت العدد في الحوض وزيادة الوزد بتاعت السمكة نفسه طيب أحيانا كتير بتصاحب الزيادة دي في كسافة الأسماك وبيبقى فيه انخفاض في الغذاء الطبيعي بتاعها ليه؟ لأنه ده زيادة الرعي فكمية الموجود قل أو تغييرات في ظروف البيئة يعني نسبة الغذاء الطبيعي اللي موجود جوه الحوض أو جوه الميا الغذاء الطبيعي ده المستهلك بيقل وبالتالي بتقل الاحتياجات الغذائية لمحصول للسمكة وبالتالي بيقل محصول السمك القادم أو اللي جاي من الحوض بتاعها لما بتزيد كسافة الأسماك في المساحة برضو كل سمكة بتحصل على نسبة أقل من الغذاء الطبيعي عشان كده لازم الكسافة بتاع الأسماك تراعى في الأحواض ولازم كمان وزن الأسماك يراعى وانا شغال في كمية التغذية اللي أنا بحطها فده بيغطي جزء بسيط من احتياجات السمكة الغذائية عشان كده لازم أخلي بالي قوي قوي من التغذية المضافة أو التغذية المضافة كلتا الحالتين بيزداد لو أنا ما خلتش بالي من التغذية المضافة بيزداد النقص في النمو وعشان كده لازم يتغطى أو يتعمل حسابه عن طريق الغذاء الإضافة طيب مش بالضرورة أن أنا أمد الغذاء الطبيعي للسمكة بمختلف المركبات الغذائية يعني الغذاء الطبيعي ممكن يكون كربوهات بس ممكن يكون بروتينو عالي وليل في الكربوهيدرات ممكن يكون الفاتمينات مش كافلة مش كافية ليه مش هي المطلوب بالمعدلات اللي بيحتاجها تحتاجها السمكة عشان كده انخفاض دي اللي أنا قاعد أقوله من ساعتها النسبة بين الغذاء الطبيعي إلى الاحتياجات الغذائية الكلية للسمكة لازم يقابله الغذاء اللي هو اللي أنا بضيفه أو الغذاء المصنع اللي أنا بضيفه للسمكة الطاقة من أهم الحاجات اللي بتتأثر بركز فيها الطاقة وليس البروتين الكروت بروتين الأهم بالنسبة لي أو الطاقة اللي عم سابقها طاقة هي أول حاجة بيحصل فيها النقص بالنسبة لتغذية السمكة البروتين ما بتأثرش قوي عشان كده لازم أعمل غذاء إضافي وبالذات يعالج العجز في الطاقة زي ما احنا لو فتحنا الشاشة كلها معنا كده ونشوف الغذاء الإضافي اللي بينفتح اللي بتحدفه بالنسبة للسمك هتشوف ده مهم جدا تكون الطاقة فيها عالية جدا وبيحتاج أن يكون محتوى على كل مصادر الطاقة لأي معظم الغذاء ده اللي بيحتاج أن يكون محتويا أساسيا على مصدر للطاقة عادة ما بنستخدم الحبوب النجيلية الغنية بالكربوهيدرات زي ما احنا شايفينها قدامنا كده كغذاء في المرحلة دي طيب يعني بعض أنواع السمك زي المبروك بتتغذى بتحب يعني أنها تغذى على الكربوهيدرات مقابل الحصول على البروتين من الأسماك ولكن في الحقيقة أن احنا بندعم النمو بتاع السمكة ببروتين قوي وبروتين زايد بإضافة الطاقة الزي زي ما تجد بصوا لأي أنواع من الشكاير اللي احنا بنحطها أو التغذية الإضافية اللي بنحطها للحوض تلاقي دايماً الطاقة بنهتم بها جداً 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 الإمداد بالغذاء الطبيعي والاحتياجات الغذائية للسمك من الواضح أن المحصول اللي هيطلع هي مختلف من حوض لحوض مختلف حسب الكمية اللي انت بتحدفها في الحوض ده حسب التركيبة اللي انت بتضفها فيها طاقة أعلى ولا بروتين أعلى ونركز على موضوع الطاقة قوي قوي فيها حاجة مهمة تانية فيها التسميد النتيجة اللي أنا بسمد أو أخصب برضو بيتغير المحصول وبيتغير المحصول اللي انت بتحصل عليه قد يحتاج المحصول في حوض غير مثلاً ما فيش فيه تسميد كويس غير مسمد بطريقة جيدة لازم أضيف تغذية بكمية أعلى أحط إضافة غنية للبروتين في وضع أحسن في حين ربما ينتج المحصول القائم في الأحواض المسمدة على نفس المحصول السمك احنا ماشي ناخد إبراهيم من المينيا بس اعتمنى أن احنا ناخد التليفونات بعد كده بعد الفاصل عشان نخلص الحلقة الأول ناخد إبراهيم وبعد كده إن شاء الله نقلل في التليفونات لغيت بعد الفاصل ناخد برحب فضل يا أحسن براهيم السلام عليكم يا دفت عليكم السلام عليكم وبركاته معايا سوالين يا دفت بس خليك معايا جيجة معلش الله بركك أنا اللي خليها معايا جيجة معاش معايا أعزا خلالك سوالين معايا يا دفت أنت في الطريق لا أعزا عليا يا من أحبك والله بعزك جوى دفت الله عجل أولوشتاين بقاله شهر مولود ماشا يا إبراهيم وإيه تاني طيب يا إبراهيم السؤال التاني أمه صرفت يا دكتور مبارح بدأت من الساعة أربعة لقحت الساعة حداشر حداشر دليل هل هو كده طرح ولا إيه ماشا يا إبراهيم أشكرك وانتظرني بعد الفاصل هاجبلك على اللي أنت عايزه عشان ما نغيرش موضوع اللي أحنا بلتكلم فيه احنا اتفاقنا أشكرك إبراهيم احنا اتفاقنا يا أخوانا أننا ناخد الجزء الأولاني من الحلقة دي مادة علمية بسيطة عشان ما يحصلش أي أي انترابشم فيها بعد كده بنص التاني بناخد كل الأسئلة ونأجب عليها برحل أشكرك إبراهيم وان شاء الله بعد في الجزء التاني هابدأ أجب عليك نخش بقى في موضوع الموضوع الأساسي أن الأحواض المسمدة نفس المحصول السمك النادج من تغذية الأسماك بتختلف عن الحبوب إيه اللي أنا أعمل لها تغذية إضافية دي بتختلف عن دي خلي بالكم أن نظرا بتغيير التركيب العليقة باستمرار على طول مع زيادة المحصول ده بيطلب مننا دايما عدد غير محدود من العلاج يعني إيه يعني نعمل كذا تركيبة عندي تركيبة فيها طاقة عالية تركيبة فيها بروتين قليل فلازم أكون مجهز نفسي مع التغييرات المختلفة اللي موجودة في الحب بتاعي أو في المزرع بتاعتي عايز استفادة أقصى استفادة من الغذاء لازم تخلط العليقة المتكاملة أو العليقة الغنية بالبروتين بعليقة غنية بالكاربوهدريت لازم يبقى فيه مزج مزج ما بين الطاقة والبروتين الكاربوهدات اللواء الطاقة الطاقة والبروتين في العليق دي عشان أقدر أوصل لأعلى انتاجية من الحوض أو أعلى انتاجية من المزرعة اللي تجيع طب ايه هي مواد العلف البسيطة اللي احنا بنشتغل عليها اللي احنا نسميها سيمبل في ديستاف بتعتبر معظم المواد العلفية البسيطة ريات المستخدامة للأسماك معظمها بيبقى غاني جدا في الكربوهيدريت وبتعتبر هذه المواد رخيصة غير مكلفة أصلا جاية من مخلفات الزراعة زي ايه مثلا نخلط الأرز شوية الكسر بتاع الرز لو بتسميه رجع الكون أو بتسميه اللي هي المخلفات بتاعها بنسمانه خلط الأرز أو بقايا الأرز وكمان انا بقيل القوي في استخدام مواد العلف الغنية بالبروتين زي الأكساب الزيتية في تغذية الأسماك خاصة في الأماكن اللي فيها زي أوروبا الشرقية أو خلافة دي بقلل فيها البروتين الخالص يعني أنا جميل قوي الفيديو بتاع التغذية ده بتستخدم النباتات لو روحنا مكان فيه أسماك مبروك أو مبروك الحشائش ده بنلاقي دايما بيستخدموا الأماكن اللي فيها حشائش كتير معظم أنواع السمك اللي بتتربى في أحواض الأغذية المركبة وبتستفاد قوي من حاجات الخضراء اللي بتحط فيه أما أسماك الأحواض ما بتقبلش دايما على العلاقة الخضراء بتقبل على العلف اللي هو بيصابه السمبل اللي بيتاخدوه زي ما احنا شايفينه في الصورة قدامنا بنحدفه للسمكة بنلاقي السمك بيجري عليها بالطريقة الرهيبة دي زي الدورة الرفيعة مثلا بتاكلها الأسماك المبروك بتاكلها رهيبة زي ما جه الولد وهو بيخلط المية بالعلف لما بعالج العلب ده بالمية بعد أسماك البولت يبديجيش عليه لكن أسماك المبروك بتجي عليه بطريقة رهيبة جدا أسماك المبروك بتستهلك الحشائش بطريقة عظيمة لكن الأسماك اللي زي البولت أو خلافه تلاقي كميتها في الحاجات دي بتبقوا ليلا طيب بعض الأسماك زي المبروك الفضي أو المبروك زور الرأس الكبيرة بتحب تاكل الأغذية النعمة بس اللي هي مطحونة كويس أوي أوي طيب في أغذية تانية دكتور حامد يعني غنية بالكاربوهيدريت اللي نسموها الكاربوهيدريت ريتش فيدستوف يعني الحاجات اللي غنية أوي آه فيه وبالذات الأسماك المبروك دي أكتر حاجة بتحبها بتحب اللي هي بصفة أساسية المواد الغنية بالكاربوهيدريت وممكن نستخدم معها بزول بقولية تتميز بزول بقولية إنها برضو غنية بالبروتين وبرضو خلي بالكم بتعتبر الدورة الرفيعة من أكثر الأغذية اتشارا بالنسبة للأسماك وإيه تاني الترمس مهم جدا القامح كل دي الأسماك بتقبل عليها بطريقة شرها أنا نفسي يعني يا ريت المخرج يعيد حتى الفيديو ده مجرد بتعدي في الترمس ده أو تعدي في الأمح ده بيبقى جنون من السمكة وتشفتها زي ما أنتم شفتوها كده بتقبل عليها بطريقة كويسة جدا وبيجيب معاها نتاك كويسة جدا الشعير والشوفان برضو من الأغذية اللي الناس بيستخدمها كتير قوي في تغذية ايه المبروك برضو ردة الأرز ردة الأرز زي ما احنا هو شوف بيخلطوا بالمية وبعد كده بيحدفوا دي من الحاجات الحلوة جدا للسمكة بتطلع عليه زي المجنونة بتشتغل عليه وبعدين بتاكل منه بكمية كبيرة جدا ممكن برضو نستخدم أعلاف أخرى غنية بالكاربوهيدرات اللي بتغذية السمك وزي البطاطس البطاطس الخام أو البطاطس المطهية بستخدمها في تغذية أسماك المبروك وده كانت في ألمانيا بطريقة عالية جدا وبيحطوا البطاطس بعد ما هيسلقوها ويحدفها لهم النسبة التحويل الغذائي من البطاطس المسلوقة دي كانت عالية جدا كمان نخلي بنا ان تغذية أسماك المبروك على مستويات عالية جدا من الكاربوهيدرات بتسبب حاجة مش كويسة تراكم ملحوظ للدهن بتاع الجسم فتلاقى ما بيقبلش عليها قوي بيقلل من قيمتها التسويقية الدهن الكتير ده عشان كده برضو نبحارسين واحنا شغالين ان احنا نقلل الدهن اللي موجود في المبروك طيب لقوا ان الدهن الرفيعة برضو بتعمل نفس القصة لما باستخدنها بكمية كبيرة كل ما استخدم طاقة بكمية كبيرة بيعمل لي الدهن على الظهر السمكة زي برضو بالظبط عندنا في البقر لما بزود البقر أو التسمين لما بزود كمية الطاقة العالية في النهاية بتاع التفنيشة أو التسمينة بتاع العجل بلاقي طاقة الدهن تطلع فوق وبعض الناس بيشتكوا قوي ان الطاقة دية لا انا عايزها تتخلل تتخلل اللح فعشان كده بقول لا لازم ما نوديش طاقة عالية وما نوديش بروتين لازم تكون النسب صح زي ما نقولتها لكم طيب في مواد علفية بالنسبة للسمك غنية بالبروتين اه في مواد برضو غنية بالبروتين بنقسم مواد العلف الغنية بالبروتين الى مجموعتين المجموعة الاوانية بروتينات من اصل نباتي زي الاكساب الزيتية وكل انواع الكزب بروتينات من اصل حيوان زي مخلفات تصنيع الدواج مخلفات تصنيع اللحوب نفايات الاسماك كل الحاجات دي هي بروتين مصدر قوي للبروتين خلي بالكم تغذية الاسماك على مصحوق مباشر من السمك مش مستحاب لكن ممكن تضيفه ممكن تضيفه كأحد من قونات العليقة وتكون النسبة لا تتعدى من 5% الى 10% الاكساب الزيتية اللي هو البروتين النباتي ممكن توصله 35% لو انت عايز توصلها في التركيبة من البروتين اللي هيطلع من الكزب النباتي او من بروتين النباتي طيب عندما تغذى الاسماك على الحاجة دي بس من غير بروتين حيواني او من غير جزء بروتين وجزء السمك بينتج عنها ما فيش نموه كويس ما بقاش خاصلا في المبروك لا بعض التجارب او العلماء لقوا ان لما بغذي السمك المبروك مباشرة على كزب عباد الشمس معدلات النمو بتاعها بتبقى اقل من اللي هي تتغذى على جزء من عباد الشمس وجزء من البروتين الحيواني وجزء من السمك كمان ناخد بالنا واحنا بالغذي ان القيمة الغذائية الكزب القط منخفضة جدا ليه لان يرجع بسبب ان النسبة المرتفعة من البروتين بيبقى فيه اختلاف بين البروتين والطاقة فده بيقلل لي المادة اللي بتديني افادة للسمكة دي كمان بيبقى فيه مادة خطر اللي هو كلنا عارفينها بتاع الحيوانات برضو كبيرة بتاع الأبقار اللي هي مواد سمكة لما زود كزب القطن فيها ديت بتعمل تصبيت لنمو السمك زي ما بتعمل لي في الأبقار مشاكل في الكبد مشاكل الكبد بتضيع لي تعمل لي لما بستخدم بزلة القطن في كمية كبيرة اللي هو الجوسبول بتاعها بيأثر على شغل الكبد بالنسبة للبر الحلاب فبرضو بالنسبة للسمكة نفس المادة السمكة دي بيتأثر على الحيوان الكبير وبتأثر على الحيوان الصغير وتأثير على الحيوان الصغير بتبقى أقوى مخلفات تصنيع الدواج اللي بتحتوي على الأحشاء بتقوى على الرأس بتقوى على القدم كل حاجات اللي هي المستبعدة دي برضو احنا ممكن نستخدمها في تغذية الأسماك نعمل كمان ايه بنقطع الأجزاء دي لقطع صغيرة تقطع هذه الأجزاء لقطع صغيرة جدا وبعد كده يتغذى عليها السمك في أحواض خشبية طافية على سطح الميا كده وبتعتبر البروتينات اللي هي طلعة من المخلفات دي اللي هي ذات المصدر الحيواني بتمتاز بقيمة عالية ولكن النزلة برضو ما بين البروتين والطاقة فيها عالية عشان كده برضو ما بنقطعش منها في التغذية بتاعتها كمان ممكن نستفاد ايه ان الحبوب النجيلية اللي هي الحاجات الخضرة اللي موجودة في الأحواض بتخليني أوصل لأقصى استفادة موسلة للغذاء ده ان هي التغذية المضافة وزاد التغذية اللي هي موجودة في الأحواض غالبا بتستخدم في المزارع بمعدل تغذية حدود تقريبا 20 كيلو جرام كل كل فدان أو بنحط 20 كيلو جرام من التغذية الخضرة وبعد كده بنكمل الايه التغذية عن طريق حاجة إضافية اللي احنا بسميها الحبوب أو الغذاء المركب يعني ده تقريبا هناخد حتة صغيرة كده على الغذاء المركب وبعد كده هنبدأ ناخد فاصل ونبدأ بقى نستقبل التليفونين بتاع حضراتكم الغذاء المركب بتعتبر اللي هو بسميه احنا بتعتبر الطريقة الوحيدة لتغذية الأسماك على العلاي اللي هي عبارة خليط من مواد علف مختلفة وبقى هنزة معقولة جدا بين الطاقة وبين المورتين اللي هو مع بعضه وبدي يبقى فيها برضه فيتامينات وفيها أملاح معدنية وهي عبارة عن دمج بين المكونات معا بيبقى الاتنين داخلين مع بعض اللي احنا بتسميه المكعبات أو العجائن أو الضف دي بتبقى نتيجة بتجيب نتيجة أعلى ما في التغذية للأسماك والميزة اللي أنا أستخدم المكعبات دي أول حاجة فيها فيها ميزتين الميزة الأولية من كميتها الغذائية عالية جدا أنا بخلط بروتين وكربوهيدريت وطاقة تاني حاجة ان الانتاج التكنولوجي اللي بتاعها واسع وبتعتبر من العلاج المكعبات دي الأكثر شيوعا وأكتر حاجة بتستخدم من استخدمها اللي عبارة عن مخلوط لو بيسمون خليط الحبوب ده عبارة عن مخلوط من الأمح وبعض الحبوب النجلية أو العلية الخضرة بندخلهم ونهرسهم مع بعض في صورة مكعب ودي دايما بتبقى نسبة البروتين بتاعها ما بين 12% تقريبا أو من 10% 12% بروتين وممكن نستبدل الحبوب النجلية دي لما بستخدمها في غزيات ميكانيكية يعني قد فيه بعض الفيديو بيجي بنوريهم إزاي عملهم لو احنا عايزين نزود البروتين بتاعها بنزوده لغير 18% أقصى حاجة له 18% بروتين وبتحتوي العلية دي على تقريبا لأنا أقولها لكم حضراتكم 80% أمح أمح مطحون 10% مسحوق سمك 10% فلسوية دي تقريبا 18% بروتين العلية دي من الحاجات اللي احنا بندخلها مع العلية الخضرة ولو في علية كتير لازم تكون جاهزة عندك مع نمو زي ما قلت مع نمو السمك والزحمة بتاع الحوض والحاجات دي تبدأ تغير في الطاقة بتاعتها وتبدأ تغير في البروتين بتاعها وتبدأ تعمل التوليف بتاع حضرتك عشان توصل لأعلى مستوى فيه برضو لو أنا حبيت أستخدم مسحوق السمك مسحوق السمك دايما بقلله ما زودش فيه عن 10% من 10% خلق 15% لأن ده بروتين عالي جدا وبرضو نخلي تقريبا 5-20% من التركيب هو يدوبك بس 15% مسحوق مسحوق السمك ده غالبا إخوانا اللي احنا عايزين نقوله في تغذية الأسماك ولو انت عايز تعمل مسحوق قصب فلسوية بستخدمه برضو بحب أضيفه من 15% ل25% النهاردة كده هنقف على تغذية السمك خلاص كده خلصنا هكلمنا على تغذية الإبل وتغذية السمك كلمنا عليها لو ربنا يصل إن شاء الله الأسبوع القادم أقدر معاك وبرضو بدم نتكلم على الأحواض وعلى الأسماك هنتكلم على الأخطار اللي بتهدد الأسماك ومن أهمها نقص الأكسجين وأسباب نقص الأكسجين الكلام ده إن شاء الله هنقوله مع بعض الأسبوع القادم في حلقة جديدة بنتكلم فيها على أهم الأمراض وأهم الأخطار اللي بتقابلني في حوض السمك إيه اللي بيأثر فيه أو إيه الأمراض اللي بتيجي وصورها إيه والوقاية منها إزاي والعلاج لها إزاي مشاهدينا الأعزاء هناخد فاصل صغير وبعد الفاصل ده إن شاء الله هبدأ أول حاجة أجب عليها السؤال بتاع قدنا لجلس أثناء الحلقة اللي هو بتاع العجل الرضيع اللي بينزل قايا دم والحيوان الشيع اللي عنده دي هنبدأ فيها إن شاء الله بعد الفاصل مباشرة ونبدأ نستقبل تليفوناتكم إن شاء الله فاصل أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إحنا أول حاجة هنعملها ناجب على السؤال اللي جي أثناء الحلقة الجزء الأولي من الحلقة بيقول لي عندي بقرة شاعة من الساعة 12 للساعة 3 3-4 ساعات شياع وبعدين لقحتها آخر نهار بقول لك برافو عليك إحنا دايما متفقين إن إحنا لو هنلقح صناعي لو هنلقح صناعي بقول مرة الحيوان اللي يشيع الصبح نلقحه بالليل الحيوان اللي يشيع بالليل نلقحه الصبح ده أفضل طايم له يعني لو أنا شفت الحيوان عندي عليه أعراض الشياع اللي إحنا كلنا حفزناها وكلنا عارفينها اللي هو إيه الحيوان يبدأ يعمل أصوات الحيوان يبدأ ينطع اللي حواليه أو ينطع اللي جنبه يبدأ ينزل سلاب يبدأ اللبن ويقل خالص يبدأ يشتغل كده كل الكلام ده أنتوا طبعا عارفين علامات الشياع عراض الصبح أتصل على الدكتور الشاطر اللي بيجي يلقح عندي يقول له يا دكتور اعمل حسابك أن فيه عندي بقرة هتتلقح على المغرب لو هو أنت عاملها مثلا إيه شايفها الساعة 10 الصبح أو الساعة 11 الصبح على المغرب هيجي لك الدكتور يلقحها ويمشي يبدأ توقيت سليم والدكتور يجي بالأجهزة بتاعته ويشتغل بعدك إبراهيم المينيا تاني أيها إبراهيم أيها إبراهيم فضل يا إبراهيم وعلي صدك شوية بعد إزدك علي صدك يا إبراهيم كنت عايز عارف طرق تسمين الخرفان عايز علي تسمين للخرفان حاضر في حاجة تانية يا إبراهيم لا شكرا شكرا يا إبراهيم فإذا ما احنا قلنا أخواننا أنا أقل برضو على علية تسمين في الخرفان بتاع إبراهيم اتفقنا إن الحيوان اللي يشيع الصبح نلقحه آخر النهار ونستدعى الطبيب البطري الموجود ويبدأ يلقحه ونبدأ نتابعه بعد خمسة واربعين يوم أو بعد اربعين يوم يجد طبيب ده أو طبيب آخر يجسل لو الحيوان مشعش وخرص زي ما احنا بنقول عند الفلاحين يبدأ يتطمن إن هي عشرت الحمد لله ويقول عشار أو لو هي فاضية يبدأ بسرعة ما تسيبهاش إن أنت لقحتها النهاردة وتفضل نايم عليها ثلاثة أربع شهور خمس شهور إن هي خلاص احتمال تكون عشر أو هي عشار ما ده مية ما طلبتش لازم بدري بدري بعد خمسة واربعين يوم بعد أقصى حاجة شهرين تجيب واحد يفحصها عشان ما تفضلش عندك مركونا الركنة دي كلها وفي الآخر لقد الله تطلع فاضي يفحصها ويتطمن إنها طلعت عش يبدأ إن أنا ألقح نأخد الحاجة مصطفى من البحيرة ونستكمل الكلام برد فضل يا حاجة مصطفى سأل خير يا فندم سأل خير يا فندم فضل لو سمحت يا فندم السلسار بسيط فضل عندي بقرة جموسة بس أعلو صلحك معي عشان أسمعي بقى تقيل أيندي ولا جموسة مال جموسة يا فندم شهر شهرها إنها تولد الشهر ده حلو حصلها حلل يا فندم ورزمت ومحدش من دي كاترة عارة تجيب معنا تيجا حصلها رقدت في الشهر الأخير جالها حلل نعم جالها حلل جالها إيه حلل مش يعني إيه حمل حلل حلل يا فندم ما عادش قادرة توقف آه حلل يعني رقدت على الأرض رقدت آه يا فندم رقدت على الأرض وهي في آخر شهر من الأولادة عندها آه يا فندم وبعدين ما عادش رزوها في فندم ويحلان ولدت ومش ردت توقف ومحدش من دي كاترة عارة في جيب معنا تيجا يعني ولدت وهي رأدة آه ولدت وهي رأدة ونزلت جانين بتاعها سليم وهي رأدة سليم ونزلت متعلقاته سليمة برد ومحدش بردو تعمل لها تعمل لها إيه وإيه السبب السبب رؤادها قبل الولادة وسبب رؤادها بعد الولادة والحمد لله أنا طلعت المولود سليم أنا أقول لك تعمل معها إيه إن شاء الله بالوقت أشكر حضرتك عشان بس منسيبش الأسئلة أول بقى أول نخلصها يبقى احنا نتكلمنا في موضوع التلقاح الصناعي لو أنت هتلقعها طبيعي يبقى في إنزلسين طيب يعني إيه شفتها شاعة الصبح وإديها الصبح شفتها شاعة بالليل وإديها بالليل ما تستناش عليها عشان دي برضو التوقف بتاعها بالنسبة للعجل اللي هو بيجيب دم وهو لسه عمره مع البراز بتاعه وهو لسه عمره 45 و 40 يوم أو 50 يوم إدي أي حاجة مضادات للكوكسيديا روح لأي طبيب بطري يقول له بيجيب دم مع البراز وهو عمره 50 يوم 60 يوم هيدي لك حاجات زي السلفات هتقدر تديها للحيوان بتاعك ويقدر يجيب نتيجة إن شاء الله كويسي ده بالنسبة للسؤال الأولاني السؤال الثاني بتاع تسمين الخرفان عايز عليها لتسمين الخرفان طيب تسمين الخرفان نشوف الوزن بتاع تسمين الخرفان هيبدأ معك من كام إحنا غالباً بنبدأ التسمين في الخرفان لو حسب النوع بتاعهم لو إحنا شغلين على البرق مثلاً أو البلدي هنقول البرقي لو وزنه كام والبلدي وزنه كام البرقي بأقصى حاجة يوصل لها 55 كيلو 60 كيلو ده ما تسمين له فنبدأ معاه من 30 كيلو أو من 35 كيلو نبدأ نسمينه نسمين إزاي كل ما أنا أدي عليها أليلة في التكلفة كل ما أنا أكسب من هذا وخاصة طب ناخد بتاع صهاج والحيطة دي مهمة أو أكمله فضل يا أستاذ أحمد تاع صهاج فضل ماشا باشا لو سمحت يا دكتور حمد فضل عندي عجلة تسمين 300 كيلو عجلة تسمين 300 كيلو جرام أيوة أنا عاوز أعمله عليها بس أنا عاوز أجرم لحمة حمرة عايز عليها وتطلع لحمة حمرة حاضر درجة جيضي أشكراك مع فلسورية مع ردة أو أن أنا حطه خلاص هقول لي حضرتك هخلص التسمين على الخرفان وخش على تسمين العجول حاضر طب في حاجة تاني درجة جيضي مع كسر فول مع ردة بتقول لي عندك كسر فول وعندك إيه درجة جيضي اللي هي الدرجة الجيضة اللي رفاية على البلدي مع كسر فول درجة جيضي أنتوا حاضركم تقول عليها عواجي أو درجة عواجي حاضر حاضر كسر فول في ردة وحضر وممكن حقتك ممكن تعال لأستاذك شوية الصد عندك كسر ما يكن بينزل أول كسر فول زيكسر الوضة زيكسر روز وعندك إيه تاني دور عواجي لا ما عندنا لشي روز نا ما عندنا لشي روز إحنا عندنا دور جيضي دور جيضي اللي هي الدور عواجي دور عواجي ماشي آل eran رفاية مع كسر الفول اللي هو الفول البلدي مكسر ماشي مع ردة أو الخلطة الي شكرا 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 تسمين الخرفان كل ما تقلل التكلفة بتاع التغذية كل ما انت هتكسب كويس من هزا من هزي التربية غالبا الغنم او الخرفان عامة بنسميها حيوانات كانسة يعني لو انت معاك مزرعة مثلا وهم بيلبفوا في المزرعة او بقايا بتلم بقايا الاخر طيب انا ما عنديش حاجة عشان تكنسها هزي الخرفان احسن تركيبة لك انا عملتها وجابت نتيجة كويسة جدا مع مزرعة كتير جدا شوية السلاج احنا بنقول كل القوانين بتاعنا كلها شغالة على كل ميت كيلو جرام مادة كافة يعني كل ميت كيلو جرام عايز باثنين لاثنين ونص ده بدأت الوقتي من تلاتين لستين يعني خمسين كيلو انا عايز احط له من كيلو والكيلو وربع ما خلطين في بعض كله اعملها ازاي نص نص سلاج نص للخرف الواحد وشو انت اضرب ما في عدل الخرفان نص كيلو سلاج وربع كيلو سوية نص كيلو سلاج وربع كيلو سوية وكيلو الى ربع دريس تخلطهم ببعضهم كده تحط السلاج مع السوية تخلطهم ببعض وتدي ايه اه الدريس مفتوح او كيلو الى ربع دريس مفتوح طب وصل لمرحلة خمسين كيلو خمسة وخمسين كيلو قبل التفنيشة هتشيل السوية وهتحط مع السلاج شوية درة وتحط وتزود الدريس خليه بدلا ما هو كيلو الى ربع يبقى كيلو دي التركيبة اللي انت ممكن تستفد بيها في الخرفان وتديك معدلات نمو عالية وتديك كمان مفيش طبق الدهن عالية عليها الدهن هيبقى متخلل اللحم بتاعك هيقدر تبيع المنتج بتاعك بطريقة كويسة الاستاذ بتاع صهاج اللي كان بيسأل على برضو عنده عجل لوزة 300 كيلو كرام وعنده درة وكويسة لفول اتفاقنا كل مرة بنقول دايما تلات حاجات بنشتغل عليهم في التغذية المادة الجافة مع مقارنة بالوزنة هذا الحيوان نسبة البروتين ونسبة الطاقة نسبة الالياف ونسبة المركزات التلات حاجات الاساسيين دولة اللي نشتغل عليهم نعمل اي تركيبة حسب المواد الاولية اللي عندنا اول حاجة المادة الجافة احنا قلنا القاعدة الزهبية اللي انا بقولها كل حلقة كل 100 كيلو جرام وزد حي يقابله من 2 ل2 ونص كيلو جرام مادة جافة قلنا المادة الجافة عبارة عن ايه عبارة عن الاكل اللي بتقدم ما مطروح منه الماي دي رقم واحد رقم اثنين نسبة الالياف لنسبة المركزات وهو صغير يعني وهو صغير وزد 150 كيلو والغيت 250 كيلو بقتر في الالياف اللي هو الدريس والسلاج والكلام ده بقتر في الالياف عن المركزات يعني بدي 60 ل40 من العليقة كلها باقي في النص من ما بين 300 كيلو ل400 كيلو بدي ايه 50 و50 نص ونص يعني النص ديه الياف ونص دي ايه مركزات بعد في مرحلة نهاية من التسمين بدي 60 في المية مركزات و40 في المية الياف دي رقم اثنين اللي بشتغل عليه رقم ثلاثة نسبة البروتين البروتين دايماً عجل هو صغير او اي حيوان هو صغير بيحتاج بروتين عاجل بيشتغل في 14 في المية بروتين والTDN بتاعة 73 في المية تي دي اين طيب ليعلى شوية انزل البروتين يبقى 12 ووصل بالTDN 73 يعلى اكتر ان يوصل مرحلة التسمين اعلى بالطاقة اعلى اوصل 76 في المية طاقة او 75 في المية طاقة وبروتين من 10 ل 11 في المية بروتين دي التلات حاجات الاساسية اللي هم ايه لازم كل واحد فينا بعرفه طيب طيب يا دكتور حمد انت قاعد انا ما لانه بروتين وبتاعة انا عايزة ولا كمعايا خلطة دي واعمل الخلطة دي حاضر اعملها بس بعد ما اخد احمد من اصوان وهقولك برضو اتعمل ايه يا اخونا بتاع اصوان فضل يا احمد احمد فضل عليكم السلامة وبركاته ازاي يا دكتور الحمد لله اصوان ايوا يا احمد بنتقول ايه عشر بقول لك عشر وفيها لبن عشر وفيها لبن مالها عشر وفيها لبن اسمعني من التليفون وقت تليفزيون خالص اسمعني من التليفون عشان اقفن منك عشان ما اعبالش صوت وبعد كده اقول بصورة عشان قادر اياجب عليك قبل ما الحلقة تخلط عندي نوع من العنيز عندك ايه؟ نوع نوع من عزين ماشي و ايه تاني؟ طيب يا حمد عايزناك يا حمد بس يعني اتواصل تاني بس خليك عشان مش حافس معك و للصوب يقطع عشان افهم انت عايز ايه؟ اشكرك يا حمد نرجع للاخرنا بتاع اسواك طب انا مال يا نو مال تقول لي بادة جافة وبروتين وطاقة والياف انا بقولك انا عندي كسر فول وعندي درة عويجة وعندي ردة وعايز اعمل تلكبة العجل وزي 300 كيلو حيل وخار احنا قلنا ايه بانا عايز ادي 7 ال8 مادة جافة ماليش دعوه ادي كام ودي كام هقولك ادي فداء حوالي 7 كيلو سلاج لو عندك السلاج طب انا ما عندي السلاج وعندي درة وكسر فول والكلام ده وتب نباس ماشي السلاجة هيوفرلك شوي ما عندكش مفيش مشكلة هدي اتنين كيلو تب او ثلاثة كيلو تب اتنين ونص بتقسمهم على كيلو وربع الصبح وكيلو وربع اخر نهار وتخلط الكيلو وربع تب ندولات مع تركيبة لو احنا فرضنا انه هو هنعمل 100 كيلو نخزنهم عندنا الميت كيلو دولت هتحط فيهم درع ويجة 55 كيلو وتحط فيهم كسر فول حوالي من 18 ل25 يبقى 55 و25 وصلنا ل75 وتحط برضو نسبة ردة لا تتعدل 15 كيلو والباقي ما بين فيتامينات واملاح معدنية وبيكربوناتو وجير تخلط الخلطة دي على بعض تدي منها مع السلاج اللي انا قلت لك عليه او مع التب اللي انت هتديه كيلو ونص هتحط على دي معه معه اتنين كيلو ونص من الخلطة دي يبانا ديت الصبح واحد ونص واثنين ونص يبقى اربعة اخر النهار برضو هتدي واحد ونص الاثين كيلو بتاتها ونص يبانا عملت تركيبة من سبعة ونص الاثمانية كيلو مادة جافة لحيوان وزن تلتمية طب الحيوان ده زاد في الحجم وكبر ابدأ اعلي الاكل بتاعه واقل مش شرقية فضل يا واقل ناخد اخونا واقل في حاجة تانية ما اجبناش عليها واقل فضل السلام عليكم عليكم السلامة وطلاب وبركاته فضل حضرتك دكتور عن اجل عن اجل حضرتك بيتنفخ على طول بيتنفخ وهر بيتنفخ وبيهر ماشي اه حاضر حاضر يا شرقية ياكل اي حاجة حصيتله برضو ياكل اي حاجة يهر على طول انا هقولك حاجة بسيطة لو عملتها معاه من غير علاك بغير حاجة طريقة اكلك طريقة تقديمك للاكله عمره ما يتنفخ انت بتاكله بتاكله علف لوحده وتبني الواحده ولا بتخلط مع بعضه لا بخلط مع بعضه بتخلط ايه على مع بعضه يعني مثلا تبني وعلف استحال انت بتكون بتحطه الاتنين مع بعض يعني بقولك ما شوتكش بس بقولك استحال اكيد انت بتحط العلف لوحده ياجي هو ياخد العلف مرة واحدة بعد انت حطوله التبني مفتوح ده امر صح واخد بالك العلف لازم بكميته ويتخلط بالتبني كويس قوي يعني لو هنفترض احنا ندي اتنين كلو ونص علف عليهم واحد ونص تب نخلطهم جامد الصبح وبعد كده نديهم اخر نهار لو خلطت ياكل الحيوان عليقة مخلوطة خلطا جيدا كله مع بعضه كده التبني مع المركزات بتاعته فيها الردة بتاعتها وفيها الدورة وفيها الصيوة الخاص بيه الخاص بيه عمره ما يتنفخ لانه هو يتنفخ امتى لو انت بتأكله اكل مركز لوحده وبعدين ياكل يتنفخ من هنا وبعد كده تفتح له التبن فدي احسن طريقة لك اعملها والازموع الجهة تصل عليها وقل لي بطل نفخة ولا لا لو ما بطلش نبدأ نقدخلك في علاج تاني اشكر حضرتك السؤال الاخراني اللي هو كان بيتكلم على الـ الجموسة العشار اللي رأت قبل الولادة وبرضو ولدت هاختم بالاجابة على السؤال ده لا نعرف للوقت تقريبا خلص دلوقتي اخوانا التغذية التغذية في الفترة العشار التقيل مهمة جدا وخلي بالكم دايما الخطأ اللي بيحصل فيه اخوانا المربين الصغيرين او اخوانا الفلاحين ان هو ما بيهتمش بالتغذية بتاع البقرة او الجموسة بتاعه في فترة العشار الجاف او في فترة الجفاف بيديها اي اكل اي كلام عشان كده هي بتستهلك كل كالسوم اللي فيها وبتستهلك كل المنرة اللي فيها لما بتاجي تالد بتقع قبل الولادة ضروري ان احنا نزبط التغذية بتاعتنا قبل الولادة وانا قلت شرحت في حلقات كتير قوي ازاي التغذية تبقى تغذية القاعدية وتغذية الحمضية والكلام ده طيب الراجل يعمل ايه دلوقتي عشان ما خشش في التغذية بتاعه قبل الولادة والتغذية بعد الولادة والوقت المخرج بيقول لي خلص فحضرتك لازم مشكلتك في الكالسوم ادي محليل ادي حاجات تشتغل في الوريد مباشرة في الحيوان بتاعك ادي كمان فيتامينات دايما وما تستعجلش كالسوم اتنين لتر النهاردة ثلاثة لتر النهاردة ومعها فيتامينات وبكرة تاني وبعد الغتما الحيوان يقف وما تستيبش الحيوان رائد على طول لان كل ما الحيوان الجسم الكبير ده كله يرقض على الارجل دي يحصل لها شلل فانت دايما وقف الحيوان باي طريقة بلوضر بناس باي حاجة وتحرك الرجلين تعمل اكتفيشن للدم تعمل خل الدم يوصل للارجل اللي نايمة وحصل لها شلل دي مع الوقت ومع الحؤن ومع مرهم اليود ومع الكالسوم الحيوان بتاعكم يقف مشاهدينينا العزاء الوقت خلص بسرعة معاكم سعدت بلقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة